شهد وزير العمل محمد جبران ختام فعاليات مبادرة سلام تكتهمنا والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع 17 شركة في المنطقة الغربية في محافظة الأسكندرية بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج تفقد الوزير شركة سيدي كريل للبترو كيمويات والتقى بعدد من العمال وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة كما أكد الوزير على توعية العمال بالشركات بأهمية تطبيق الشراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على أرواحهم ومنتلكاتهم من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر والتعرف على مدى التزام الشركة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر